مدرسة ابن القادي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعي بن الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة شرح تفصيل عقد الدرة في الطرق العشر لنافع لفضيلة الشيخ محمد بن الشريف السحابي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولكره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وبعد فلازل مع هذا الحصل وهو إبدال الهمزي الساكن لورش ومعروف معلوم أن ورش له ثلاث رواة أبو يعقوب الأزرق وهو الذي نقرأ الآن بروايته وعبد الصمد العتاقي والصبيهاني وكلهم أبدال الهمزة إلا أن فيه تفصيل كلهم اتفقوا على إبدال الهمز إلا أن بعضهم أبدال نوع من همز وبعضهم أبدال شيء وترك شيئا وبعضهم أبدال عامة جل الهمز والهمز الذي أبدالوه هو الهمز الساكن والهمز الساكن يكون في الفعل ويكون في الإسم يكون في الفعل ويكون في الإسم فمثال الفعل يؤمنه ومثال الإسم المؤمنون وأيضا كما ذكرنا أنه تارة يكون فاء الفعل أي في أول الكلمة وأن يكون وقع عينا للكلمة وأن يكون لاما للكلمة بمعنى أنه يكون آخر الكلمة لام يعني يكون آخر الكلمة مثال فالكلمة بحل يؤمن يؤمن فهذه الهمزة الهمزة وقعت فاء لأن لها زائدة لها هذه لا تعد يؤمن وغادي تقول لي الكلمة ليس أولها الهمزة وإنما أولها لها هذه لها زائدة لا تعد لها زائدة لا تعد نعد من أول كلمة لأن يؤمن آمن لها زائدة لأن لي من حروف الزوائد حروف الزوائد عصر سألتمونيها سألتمونيها هذه حروف الزوائد بمعنى أنها تزاد سألتمونيها سين والهمزة واللام والتام والميم والواو والنون والها وليا وليا سألتمونيها نون وليا وليا حروف عشرة هذه تكون زوائد يعني تزاد على الحروف الأصلية تزاد على الحروف الأصلية سألتمونيها عشرة وأحروف الإبدال كذلك عشرة حروف الزيادة عشرة وحروف الإبدال عشرة حروف الزيادة هي التي تزاد بحر السين سأريكم سأريكم هنا السين زائد سأريكم ستعلمون ستعلمون السين سأزائد هنا والتتوى زائد تعلمون ستعلمون السين زائد والتتعلمون لأنها من علمة زو السين زو التتقى علمة هذا هو الأصل الكلمة علمة ثلاثة الأحروف السين والتا زائد فيعني الهمزة أيضا أحيانا تكون زائدة هذه الحروف الزوائد ليس معنى أي سين ولا أي تا ولا أي تا تكون دائما زائدة لا إنما كما ذكر نزيد الكلمة على ثلاثة ثم نعلم أن هذا السين واش هو زائد ولا أصلي بحر سأل هذا السين زائد لا هذا أصلي سأل سأل السين أصلي لأننا حيث السين أبقى هذه الكلمة مغادش لفظة عربية سأل حيث السين أبقى الهمزة ولا هذا السين أصلي وإنما ستعلمون هذا السين هنا زائد لأن السين اتهى إذا أزلناه من الكلمة قد تقع علما وهذا هو أصله أصل الكلمة هو علما فهذه الحروف الزوائد يعني تزاد في هذا وقد تزاد في أول كلام وقد تكون في آخر الكلام علي الحروف الزوائد هي هذه عصرة مجموعة في قوله قوله سألتمونيها فهذا الهمزة أحيان تكون فأنو أحيان تكون عينو أحيان تكون لامن وكلا هذه الهمزة التي تكون فأن أو عين أو لامن لا تكون همزة زائدة هذه أصلية هذه أصلية إذا قلنا الهمزة لام الكلمة لا تكون زائدة لا تكون إلا أصلية في اللغة لكانت فأن أو عين أو لامن فهذه الهمزة كلها ليست زائدة إنما ما زاد على وزني فعال هذا هو قد يكون زائدة قد يكون زائدة فالمثال فقلنا مثال الهمزة الواقعة فحال يؤمن يأكل يأكل يؤلف المأوى مأواهم هذه كلها فالكلمة مثال العين بحال بئسة بئسة هذا عين الكلمة بئسة وما أشباهها مثل الكلمة شئتم لا من الكلمة شئتم الهمزة هنا شئتم لا من الكلمة لأنها من يشأ يشأ الهمزة هنا لا من الكلمة فشئتم الهمزة لا من الكلمة جئتم كذلك الهمزة هنا لا من الكلمة لأن من جاء جئتم جاء فجاء هنا الهمزة الهمزة أصلية جاء الهمزة أصلية لأن الفعل هنا ثلاثي جيم والأليف والهمزة فعل ثلاثي جاء على وزني فعل فعل جاء فعل إذن الجيم أصلي والأليف الأصلي والهمزة أصلية الهمزة أصلية إذن هكذا كيف الهمزة زائدة بحرص صحراء الهمزة زائدة هنا صحراء كيساء لأن من كاس يكسو فهذا هنا الهمزة زائدة إلى خير ذلك مما هو معروف في كلام العرب فهذا الهمزة الساكينة التي يعني بها يعني بها الناظم رحمه الله هي الهمزة التي تقع فاء أو عين أو لام فورش يعني بعض روات ورش أبدال الفاء تفقوا على إبدال الفاء كما ذكرنا الهمزة إذا كانت فاء فساكينة فجميع روات ورش يبدلونها إلا المأوى فأبو عقوب لم يبدل باب الإيواء وأبداله لإسميهاني وعبد سماد له وجهاني كما سبق وانفرد مثلا رسميهاني بإبدال العين والهمزة التي وقعت عين ووقعت لام إلا بعض الكلمات خاصة بالتحقيق وبعض الكلمات أبدالها حتى أبو عقوب وإن وقعت عين بحال بيس إلى غير ذلك بيس أو بيس بيس العين الهمزة إنها وقعت عينا ولكن حتى أبو عقوب وعبد السماد أبدال أبدال الهمزة هذه وإن وقعت عينا لكن الذي انفرد بإبدال العين على الجملة الذي أبدال الهمزة إذا وقعت عينا أو لا من هو لإسميهاني فقط يعني على الجملة إن كنا وصيزي بسم الله الرحمن الرحيم قال النظم رحمه الله وأبدل الإيوار جال الآسدين وأضغموا تؤوي وعبد صامدي في غير تؤوي عنده وجهاني ووافق الحرمي نصبهاني لدى لأل والدى مؤذين وأبدل له جميع المسكن كنا وقف في هذا نصف هذا البيت وأبدل له جميع المسكن أي أبدل للإسميهاني جميع الهمز الساكن جميع الهمز الساكن أبدل للإسميهاني عن ورشه فأي همز ساكن أبدل له الإسميهاني لأن النظم الرحمن قال وأبدل له جميع المسكن أي الهمز الساكي المسكن أي جميع الهمز المسكن وأبدلاً له جميع المسكن إذن هذه قاعدة عامة لإسمهاني رحمه الله وأنه جميع أي همز ساكي أبدله أبدله من جنس حركة ما قبل كما ذكرنا إن كان قبله ألف أبدله ألف حالي أشعى يشاء يشاء إذا كان قبله ضم أبدله وأنحال تسوكم 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 وإذا وقعت قبله كسرة يبدل إلى أنحال شئتم 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 وهكذا فيبدله من جنسي تنظر ما قبل الهمز الساكي فتبدله يعني إن كانت قبلها كسرة تبدلها تبدل يا أنواة أو ضم واون أو فتحة يبدلها ألفاً لأنه لا يلق أن تكون قبل الهمز مفتوح وتبدله واون هذا لا يكون في لغة العرب كذلك إذا كان ساكي وتبدله مكسور ما قبله وتبدله واون أو ألفاً هذا ليس في لغة العرب فيبدل من جنسي الحركة التي قبله وأبدلاً له جميع المسكن الناظم هنا عمّم عمّم إسكان الهمز للأصفيهاني لأن جميع تفيد العموم جميعاً جميعاً تفيد العموم جاء القوم أجمعون أو جميعاً جاء القوم جميعاً أي لم يبقى أحد لم يجي فجميع تفيد العموم كلمة لفظة جميع تفيد العموم أبدلاً له جميع المسكن وأبدلاً له جميع فجميع هي من صياغ العموم من صياغ العموم جيد وأبدلاً له جميع المسكن جيد والأمر للمجزوم عنه حققا وكل لؤلؤ وجئت مطلقا لما قال وأبدلاً له جميع المسكن استدرك استثناء استثناء من هذا العموم الذي قال جميع المسكن قال والأمر لا المجزوم عنه حققا بمعنى أن ما كان من فعل الأمر وهو ساكن فالاسبهاني يحققه فهو يحقق فالاسبهاني يحققه فعل الأمر فعل الأمر يحققه بحال إقرأ فعل الأمر اقرأ هيئ وهيئ لنا فعل الأمر اسبهاني لا يبدل هذه الهمزة وإن كانت ساكنة وهي لام الكريمة فالاسبهاني لا يبدل لماذا؟ لأنه قال والأمر لا المجزوم عنه حققا والأمر لا المجزوم عنه حققا لا المجزوم معطوف على هذا على الأمر والأمر لا المجزوم تقول تقول زيدا لا عمرا ضربته زيدا لا عمرا ضربته كل مضروب زيدا زيدا لا عمرا ضربته من هو المضروب؟ زيد والأمر لا المجزوم عنه حقيقة من هو المحقق؟ الأمر آه تمام مثل هذه الجملة زيدا لا عمرا ضربته زيدا لا عمرا ضربته فضمير ضربته يعود على زيد وكلاهما مفعولاني لضربتهم مفعولاني مقدماني إذن فقوله النظيم مثل هذه الجملة والأمر لا المجزوم عنه عنه الضمير يعود على سبيهاني عنه حقيقة أي حقيقا بنون التوكيد الخفيفة حقيقا حقيقا بنون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليها تقف عليها بالآلف حقيقا حقيقا وأبدي لنها بعد فتح الآلفة وقفا كما تقول فيه قيفا قيفا بنو مالك هذا وأبدي لنها أي نون توكيد الخفيفة وأبدي لنها بعد فتح الآلفة وقفا كما تقول فيه قيفا 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 النون هنا نون توكيد الخفيفة فإذا وقفت على قيفا تقف عليها قيفا وأبدي لنها بعد فتح الآلفة وقفا كما تقول فيه قيفا قيفا فأي نون توكيد خفيفة ليش ثقيلة ووقفت عليها فترجع الآلفا ترجع الآلفا لأن قبلها فتحة فترجع الآلفا تقول قيفا مثل قوله تعالى لا نسفعا بالناصية لا نسفعا هذا النون نون توكيد لا نسفعا نون توكيد ورسمت في المصحف آلفا على الوقف على نية الوقف فإذا وقفنا على لا نسفعا كيف نقول لا نسفعا وكذلك ولا يكون من الصاغرين ولا يكون من الصاغرين فإذا وقفت على ولا يكون ناقب عليها بالآلف نقول ولا يكون ولا يكون ولا يكون ولا يكون من الصاغر ولا يكون لأنها رسمة المصحف باش بالآلف بالآلف وكذلك إذن إذن وإن رسمت بالنون فإذا وقفنا عليها نقول إذا وإذا 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 لكن في المصحف رسمت بالنون نقف عليها بالنون قل وإذا إذا كانت مرسومة في المصحف بالنون نقف عليها بالنون نقول إذا في غير القرآن نقف نقول فإذا وقفنا على إذن نقف على إذا إذا وإذا وإذا فلأن هذه النون الخفيفة أيضا لاحقت بنون التوكيد الخفيفة وأشبهت إذن منونا نصيب يعني إذن مشبهة بالمنصوب أي بالإسم المنصوب حكيما 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 وإذا وأشبهت إذن منونا نصيب فأليفان في الوقف نونها قليب فأليفان في الوقف نونها قليب فأليفان في الوقف نونها قليب أي قليب أليفا وأشبهت إذن منونا نصيب فأليفان في الوقف نونها قليب هذا كله في الألفية هذا كل هذا في ألفية ابن مالك إذن فأش كنا وصلنا فيه كنا وصلنا فيه والأمر للمجزوم والأمر للمجزوم عنه حقق انترقنا من هذا عفنون تكيد خفيفة هي في قولي حقق أي حققا أي حققا أيها القاري أمر النظم الرحيم القاري أن يقف أن يحقق فعل الأمر ولا يبدله للصميهان ثم قال لا المجزوم أما إذا كان الفعل مجزوم بعامل الجزم فهذا يبدله يبدله ولا يحققه لأن الفعل المجزوم الأمر شبيه بالفعله المجزوم الأمر شبيه بفعله المجزوم ولهذا قالوا يجزم الأمر بما يجزم به مضارعه يجزم الأمر بما يجزم به مضارعه الأمر هو دائماً مجزم ساكي الأمر لكن بأي شيء جزمت الفعل المضارع له بمضارع تجزمه كذلك به تجزم به فإذا قلنا لم يغزو من غزاء يغزو لكن تصل بأي شيء جزم تقول لم يغزو فعل الأمر تقول اغزو فالأمر جزم بما مضارعه مجزوم به غزاء يغزو اغزو وهكذا ولهذا النظم رباه رحمه الله لما كان الفعل المجزوم شبيه بالأمر خاف من أن يتوهم القاري فيقول إذن الأمر محقق كذلك الفعل المضارع وكذلك المجزوم محقق لا قد لك الأمر لا المجزوم إذن فالصليهاني حقق فعل الأمر وفي نفس الوقت أبدال المجزوم فمثلا تقريب الأمثلة بحال وهيئ هذا فعل الأمر لم يبديله أنبيئهم فعل الأمر لم يبديله قرأوا بالهمزة أنبيئهم نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي فعل الأمر لم يبديله إذن هذا هو فعل الأمر لم يبديله الاسمهاني لكن إذا جاء مجزوم أبداله مثل يهيئ لنا يهيئ لكم يهيئ لكم هذا فعل مضارع مجزوم هذا أبداله فقرأ يهيئ لكم يهيئ لكم لأنه مضارع هذا معنى قول النظيم والأمر لا المجزوم عنه حقيقة مثل تسوءكم هذا مجزوم وليس أمرا تسوءكم مجزوم وليس أمرا فأبداله رسميهاني تسوءكم تسوءكم إذن فما كان من فعل الأمر وإحنا دائما مع الهمز المجزوم مع الهمز المجزوم والهمز المجزوم يعني الواقع لام الكلمة لام الكلمة أنبيئهم أنبيئهم هذا الهمز لام الكلمة وهي الأخيرة من الكلام أما الها والمين فزايدة زايدة تاني أنبيئهم ونبئهم عن ضيف إبراه ونبئهم كذلك فالهمزة هنا هي لي أصلي هي لام الكلمة لام الكلمة فهذه يعني الهمزات الساكينات التي اتصلت بالأفعال اتصلت بالأفعال واتصلت بفعل الأمر أو فعل المضارع فإذا كان فعل المضارع مجزوم فهذا يبدله رسميهاني وإذا كان أمر فعل أمر فالإصليهاني يحققه حققه ولهذا ذبعنا قول نظيم الأمر لا المجزوم عنه حقق حقق أنبيئهم أنبيئهم ودائما إذا رأينا التحقيق والإبدال فالعلة فيه هو التخفيف تخفيف اللفظ تخفيف اللفظ فلما كان يعني الفعل المضارع يعني الفعل المضارع يعني تخفيف التخفيف جاء في إبدال الهمزاتي فالإصليهاني أبداله يهي يهي لكم يهي لكم يهي لكم مثل قراءة أبي عقوب والعبد السامد في قوله تعالى إلا من ناسي زيادة إلا أن هذه الهمزة مربوعة وإحنا الآن مع الهمزة الساكنة مع الهمزة الساكنة قال والأمر لا المجزوم عنه حقق قوله والأمر لا المجزوم هذا مستثنى من قوله وأبدلا له جميع المسكن جميع تفيد العموم لكن هذا هو استثنى تقول جاء القوم جميعا إلا أحمد استثنيتي من هذا جميع لم تقل إلا أحمد معنا القوم كلهم جوا لكن لما قلت جاء القوم جميعا إلا أحمد هنا أحمد مستثنى من الجميع مستثنى جاء القوم إلا جميعا إلا أحمد فأحمد هنا مستثنى هذا معنى قول ناظم وأبدلا له جميع المسكن قال والأمر بمعنى لكن الأمر عنه حقيقة لكن الأمر أو إلا الأمر وأبدلا له جميع المسكن إلا الأمر لكن هو الناظم لم يقل إلا وذكرنا أن الاستثناء يعني لا يلزم منه أن يكون بأدوة الاستثناء مع ذلك إلا ولا لكن لا لكن لا دائما الاستثناء لا يلزم منه أن يكون فيه إلا فصياغه غير إلا هذا الأمر لا المجز مع نحقق هذا استثناء من الناظم رحمه الله وأن فعل الأمر حيثما كان في القرآن الكريم وكان الهمزة عين وإذا كانت عين لا تكون إلا مجزومة ولا تكون متحركة لا تكون متحركة فالإصبهان هنا يحقق فعل الأمر لكن إذا كانت الهمزة ساكنة واتصلت بالفعل المضارع وأيضا لا تكون إلا عين الكريمة فالإصبهان يبديلها فأبدل الهمزة في الفعل المضارع وأبدلها وحقق الهمزة في فعل الأمر هذا معنى قول النظيم والأمر لا المجزوم عنه حقيقا إذن هذه قاعدة مستثناء منها فعل الأمر وبقي الفعل المضارع داخل في قوله وأبدل له جميع المسكن فعل الأمر داخل بقي داخل في قوله وأبدل له جميع المسكن فاستثنى الأمر فقط ولكن مخافة خوف النظيم من أن يعني يجمع مثلا القاري أو الذي قرى هذا البيت يجمع الفعل المضارع مع الأمر ويقول وكله محقق لا فاستثنى من هذا ولن يقول والأمر عنه حقق فقط والأمر عنه حقق فقط والأمر عنه حقق فقط فالفعل المضارع يعني من واحد ناحية في الباطن في الباطن أنه داخل في قوله وأبدل له جميع المسكن ولكن خوف من أن يلتبس على القاري فيدخل يدخل الفعل المضارع مع الأمر استثنى وبيّن فقال الأمر لا المجزوم عنه حقيقة والفعل المجزوم واحد من الأفعال وهو الفعل المضارع الفعل المجزوم الذي يتصل به أدوات الجزم الثمانية عشر تتصل بالفعل المضارع الماضي لا يجزم والأمر كذلك مثله فالذي يتصل به أدوات العوامل الجزم هو الفعل المضارع يلي لم كيشم يلي لم كيشم أي لم يشم فالجوازين تتصلوا بالفعل المضارع فإذا قلنا هذا الفعل مجزوم هذا الفعل مجزوم فلا يأتي في بالنا أن هذا الفعل ماضي أو أمر لا هذا مضارع إذا قال وهذا الفعل مجزوم مجزوم هذا فعل مضارع فلما قال النظم رحمه الله والأمر لا المجزوم علمنا أن قوله المجزوم يعني به المضارع المضارع وليس الفعل الماضي ولا الأمر والأمر لا المجزوم عنه حقق ثم عطف عليه وقال وكل لؤلؤ وكل لؤلؤ أي وكل كلمة لؤلؤ في القرآن سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا أو مجرورا مثل منصوب يحلون فيها من نساور من ذهب ولؤلؤا في قراءة نافع وعاصم ولؤلؤا فالإصبهاني هنا لا يبدل الهمزة الساكنة من لؤلؤ لؤلؤ كين هناك همزة ساكنة فالإصبهاني لا يبدلها يقرأها لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤين في قراءة نافع ولؤلؤ ولكن لا يعنينا الهمزة الآخرة من قوله ولؤلؤ لأن هذه متحركة لؤلؤا همزة الآخرة منصوبا ونحن الآن كلامنا وكلام النظم على الهمزة الساكن إذن يعني به الهمزة الأولى من لؤلؤ الساكنة فالإصبهاني يحققها ويقرأها ولؤلؤا في قراءة نافع وعاصم وقد قرأ الجمع الآخرون ولؤلؤين يحلون فيها من أساورا من ذهبين ولؤلؤين عطف على ذهب يحلون فيها أساورا من ذهبين يحلون فيها أساورا من ذهبين ولؤلؤين عطف على لؤلؤين قراءة غير نافع وعاصم وعاصم ونافع قراءة يحلون فيها أساورا من ذهب ولؤلؤين على أنهم فعور يحلون ليس من أساورا لا لأن أساورا من الأسماء ممنوع من الصرف وهو في محل جر لكنه منصوب على أنه ممنوع من الصرف أساور أفاعل ممنوع من الصرف من صياغ منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف إذن فهو وعط على ولؤلون أنه مفعول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولكن قرأ ولؤلؤ هي اللي عطف على من أساور ومن ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ فعلي حال فكيل القراءة الهمزة اللولة ساكنة سواء كان منصوبا أو أو مجرورا ومثل المرفوع يخرج من هو اللؤلؤ والمرجان ولهذا قال وكل لؤلؤين أي وكل ما جاء من لفظ لؤلؤ فالاسمهان يحققه مثل ما يحققه الفعل المجزوم وكل لؤلؤين عطف عطف على والأمر لا المجزوم وعنه حقيقة وكل لؤلؤين أي وكل لؤلؤين أيضا حقيقا وكل لؤلؤين أيضا حقيقا وكل لؤلؤين أيضا حقيقا ولهذا كلام العرب يعني هكذا ولم يعيد الفعل في كل شيء لا لا معروف والأمر لا المجزوم عنه حقيقة وكل لؤلؤين ثم قال المعطوف يعني الثالث وجئت لفظ جئت كذلك يعني الاسريهاني يحقق الهمزة من جئت جئت جئتما جئتم جئناك كل هذا الاسريهاني يحقق هذه الهمزة لفظ جئتم جئناك وجئتم وجئتي وجئت كل هذه الألفاظ جئتا كيفما تتصرف وكيفما جاء سواء اتصل به ضمير المخاطب ضمير المخاطب أو ضمير غائب يعني فهو يحققه ولا يبدل هذه الهمزة من لفظ جئتم ولهذا قال والأمر لا المجزوم عنه حقيقة وكل لؤلؤ وجئتا وكل لؤلؤ هنا وجئتا هو أضمرا وكل يعني أضمرا كل يعني وكل لؤلؤ وكل جئتا كذلك أو وكل لفظ وكل لفظ جئتا وكل لفظ جئتا وكذلك فالاسميهاني لم يبدل هذا جئتا جئتا فقرأها بالهمزة لأن جئتا حروفها قليلة علت هذا يعني علت عدم الإبدال جئتا شعر فيها من كلمة فيها حرفا جئتا أصلها جئ هي أصلها جئ ولو قلنا التارة التازائدة ولكن وإنها أثناء تتكون على ثلاثة حروف وعلى أي حال سواء كانت على حرف حرفين وهم الأصل أو زدنا التالي أنه من سوائد فعلى أي حال كلمة حروفها قليلة حروفها قليلة فالكلمة إذا كانت حروفها قليلة تخف على اللسان كلمة إذا كانت حروفها قليلة تكون خفيفة على اللسان كلما كانت الكلمة حروفها كثيرة تكون ثقيلة على اللسان الكلمة التي حروفها قليلة خفيفة على اللسان يعني لسان يعني يخف على أن ينتقى بها لكن الكلمة التي حروفها كثيرة تكون ثقيلة على اللسان حران جامع حران جامع شعر فيها من حر هذه ثقيلة على اللسان لولا قاف ثقيلة على اللسان وفيها من الكلمات العربية ثقيلة وثقيلة وثقيلة ولا تنطق بها إلا بوحدة صعوبة لكن الكلمة إذا كانت قليلة تكون خفيفة فلما كانت هذه جئة خفيفة على اللسان وعلة الإبدال هو التخفيف وهي مخففة أصلا فلا يدخل الإصبيهاني تخفيف على تخفيف فأبقى الهمزة مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ إذن هذا ولهذا حتى أبو عمر في جئة يعني لم يبدي الهمزة وأبدل الهمزة من جئتي جئتي أبدل وجئت لقد جئت شيئا نكورا لم يبدي الهمزة السوسي جئت وبدل جئتي بالكسرة لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة تال جئت الفتحة خفيفة فلا يدخل تخفيف على تخفيف الفتحة التاء خفيفة والفتحة هو أخف الحركات أخف الحركات هو الفتح فخفت خفيفة جئت بفتحة على التاء فيدخل الهمزة يخفيفها أيضا فيدخل تخفيف على تخفيف فقرأ بالهمزة محققة مثل سبيهاني أيضا قرأ الهمزة محققة في جئتها إلا أنه لم يوافق قراءة أبي عمر على جئتي جئتي أبو عمر أبدل الهمزة قرأ لقد جئتي لقد جئتي أبدل الهمزة لأن التاء مكسورا والكسر أثقل من الفتح الفتح فلما كان الكسر أثقل من الفتح لا خفف الهمزة خفف الهمزة حتى لا يدخل ثقال على ثقال لأن الهمزة ثقيلة والكسر ثقيل فيجتمع في الكلمات ثقيلا فخفف الهمزة وأبقى الكسرة التي هي أثقل هذا تعليل لغوي توجيه هذا هذا علم مستقل توجيه القراءات أو علام القراءات أو كذا أو كذا وفيه مؤلفات علماء اللغة الآئمة الكبار في الآئمة القراءة لهم في هذا العلم هذا التآلف إذن فلما كان هيئ هيئ فيها ثلاث حروف هيئ فيها الأمر فيها ثلاث أحروف وذكرنا أن الكلمة كلما خفى قل حروف وتكون خفيفة فلما كان هيئ فيها ثلاث حروف كانت خفيفة على اللسان فالاسبهاني لم يبدأ لهمزة لا يحتاج إليها لأن الأصل الكلمة بيئة الكلمة هي خفيفة فلا يخففها بإبدال الهمزة ولكن لما كان دخل عليها اليا من يهيئ فأصبحت كلمة فيها شحان فيها خمس كلمات اليا والها واليا المدغمة واليا والهمزة فخففها لأن الكلمة رجعت فيها خمسة أحروف فلما كان فيها خمسة أحروف خففها إذن فهذا من يعني من تعليل التخفيف وهذا عيلة التخفيف وعيلة التحقيق الهمز وهكذا أفيات القدر كفاية والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وإياكم بمن سمعنا ترجمة نانسي قنقر